قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابة ودرس ثاني بابة الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائي المرقصية بالعباسية قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابة ودرس الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائما يضعون وحدة مصر وأمنها القومي نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابة ودرس الثاني داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار من جانبه قدم قدسة البابة ودرس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة مؤكدا على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائية التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره